من أخبارنا الرياضية أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لقرة القدم بيجتمع النهاردة بلجنة الطوارئ في الكاف لبحث التجهيزات لبطولة الأمم الإفريقية والتي بتستضيفها مصر خلال شهر يونيو الجاي تمع لجنة الطوارئ حيحسم الموعد النهائي للبطولة بعد طلب دول شمال إفريقيا تأجيل انطلاقها لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان المبارك وأجازة عيد الفطر وكانت مصر طلبة اتحادات دول شمال إفريقيا بتأجيل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 المقرر إقامتها في الفترة من 14 يونيو حتى 12 يوليو في مصر وبررت لمسؤولين الاتحاد الإفريقي لقرة القدم طلبها بالتأجيل بسبب شهر رمضان المعظم وعيد الفطر يعني قد تكون هناك التجهات للتأجيل فهنشوف النهاردة وكمان عندنا فقرة الحياة بالمناسبة مع الدكتور محمد فوزي المتحدد باسم وزارة الشباب والرياضة ونشوف مدى التنسيق وحتى طلب الجانب المصري للتأجيل لمدة أسبوع يعني اتصاقا مع طلبات دول شمال إفريقيا فهنشوف الأمور هتستقر على إيه لكن إن شاء الله البطولة هتقام في معادها أو بعد أسبوع بس إن شاء الله هتقام وتنتهي على خير بأمر الآن